خسائر تفوق المليار دولار امريكي هي حصيلة هجمات ارهابية تواصل ميليشيا الحوث الاجرامية شنها على منشآت وموانئ تصدير النفط الحكومية منذ اكتوبر 2022 تلك الخسائر تسببت باعاقة الحكومة اليمنية والحد من قدرتها على تجاوز التحديات الاقتصادية والانسانية المتردية في البلاد كما تفاكم من الكارثة الانسانية في اليمن عموما جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن شبكة نظام الانذار المبكر بالمجاعة والذي اشار الى ان الحكومة اليمنية لا تزال تواجه نقصا حدا في الارادات نتيجة تصدير النفط بالاضافة الى انخفاض انتاجه بنحو 85% جراء فقدان اسواق التصدير اذ يعتبر النفط اهم مصدر للارادات الحكومية حيث كانت صادراته تمثل 70% من اجمالي الارادات قبل حرب الانقلابيين على البلاد محللون سياسيون اعتبروا هاجمات ميليشيا الحوث على الموانئ النفطية وسيلة ضغط استخدمها الانقلابيون مرارا للضغط على الاطراف الاقليمية والدولية الساعية الى احلال السلام في اليمن وعلى صعيد الوضع الانساني في مناطق سيطرتها تسببت اجراءات الميليشيات بفرض جبايات مضاعفة على حركة كافة السلع والبضائع في المنافذ الرابطة بين مناطقها والمناطق المحررة وشكلت عبءا كبيرا على حياة المواطنين الذين يتجرعون غلاء الاسعار بشكل يومي ميليشيات الحوث وفي اطار حربها الاقتصادية على الشعب اليمني فرضت منع دخول البضائع من مناطق الحكومة اليمنية الى مناطقها في محاولة لاعادة توجيه الواردات عبر نافذيها ومن خلال موانئ الحديدة وهي اجراءات بلغت تكلفتها على الحكومة اليمنية وبحسب التقديرات بما يقرب من خمسين مليار ريال يمني شهريا من الجمارك والضرائب وتأتي حرب الميليشيات على اقتصاد البلاد في وقت تواصل فيه الحكومة اليمنية تحذيراتها من تفاقم الاوضاع الانسانية في البلاد وضرورة اتخاذ موقف اممي ودولي حازم ازاء تلك الممارسات سيما والتي تزداد في مناطق سيطرة الانقلاب